اشتركوا في القناة وقال المفوض السامي للسياسات الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريلا خلال رضه على سؤال موجه له بخصوص ملف الصحراء وموقف الاتحاد الاوروبي منه ان الاتحاد الاوروبي يؤيد بالكامل العملية التي تقودها الامم المتحدة لاجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء تماشيا وقرارات مجلس الامن ذات الصلاة الامم المتحدة ولسيما قرار مجلس الامن رقم 2548 المعتمد في 30 اكتوبر 2020 واعرب جوزيب بوريلا في رضه الكتابي عن تطلع الاتحاد الاوروبي لتعيين مبعوث شخصي جديد الامم المتحدة واكد الاستئناف السريع للمناقشات السياسية بناء على المحادثات الرباعية التي اجريت في عام 2018 تحت رعاية الامم المتحدة في حالة على المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو الانفصالية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء